اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد اذا راح يكون ضيفنا اليوم الدكتور صبر ربيحات معالي وزير التنمية السياسية والثقافية وكثير من الحقائب يعني بعضا من الحقائب وايضا المثقف السياسي والاجتماعي الاردني اهلا وسهلا بك دكتور صبر وانا سعيد اليوم الالتقي فيك ونجول انا وياك في كثير من الملفات ربما اللي بحاجة الى ان نسمع من الدكتور صبر حولها وانا سعيد في مرة استضفتك انا وسألتك انك قلقان قلت لي انك قلقان على البلد لازلت دكتور صبر ربيحات قلق على البلد واين هي الاماكن التي تنبعث منها يعني هنا ادوات القلق عند الدكتور صبر ربيحات بالتأكيد انا قلق واكون يعني قلق اكثر اذا لم نكن جميعا قلقي لانه القلق ظاهر صحي والقلق يدفعنا الى الفعل ومن يعتقد انه كل تمام يفندم بيكون كثير كثير غلطان لاننا نعيش في جو وفي بيئة متغيرة ومتغيرة جدا ونحن بحاجة الى رؤية شمولية توجهنا لتنسق طاقتنا وجهودنا وفكرنا وعملنا وهذه الحقيقة مش موجودة يعني ما بتعرف في مرات كثيرة بنشوف انه صناعة القرار بتغمز يمينه بتروح شمال ما في تطمينات ما في استقرار في الطروحات الموجودة تصريحات المسؤولين متضاربة المؤسسات التشريعية ما عندهاش القدرة ولاها الطاقة اللي تعبر عن إرادة الناس بحرية فمثلا بتسمع عن ناس تهدر وتحكي وكذا وإلى آخره وتتوقع أن يأتي القرار منسجما مع ما سمعت فلا تجده كذلك وهذا يقلق وخليك تتساءل من الذي يصنع القرار إذا كانت الدستور بيقول أن الأمة مصدر السلطات وأنها تمارسة من خلال الممثلين أو نوابها وإذا النائب أو مجموع النواب ليس لهم قدرة على التأثير على الفعل هذا عمل ظهر مقلقة يعني هذا رح أجله إلى السؤال رح أسألك لكن في عندي سؤال مهم جدا أنا من المتابعين إليك وكثير ناس متابعين حتى على صفحتك نحن نحب نسمع مثلا أو نقرأ رأيك اليوم بالحدث نشعر أنك تروح من الهم اليومي أو من الحدث اليومي أو من الأشياء ثانية ليش؟ ليش بتغيب؟ هل هذا مبعث القلق؟ ولا شو يعني؟ والله يعني هذا جزء والجزء الثاني أنه أحيانا عندما تنغمس في الشأن المحلي يوميا تخشى أن تفقد ذاتك نعم أو أن تضل لك السوداوية لأنه ما في شيء مطمئ فتبحث عن موضوع أسهل عام إنساني ليخرجك من هذا السوداوية لأنه الحقيقة ما في شيء بيطمن يعني بتفوت في القضايا بتتأمل بعدين تجد أن لا شيء خاضع للقواعد التي تعرفها واللي الناس بتداولوها فبالتالي وكأنك مثل الطائرة الذي ينفض عن نفسه البلل من أجل أن يعود مرة أخرى لتعود دورته الدموية وليتناول الموضوعات بصفاء وبحرية أنا معك أني أحيانا بعدما أشتبت مع الشأن العام والشأن الداخلي بكل جوارحي وبكل يعني ما أتيت من معرفة ومن أمانة في التنوير إلا أنه تجد أنه الأمور زي ما بيقولوها تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن نعم فلابد أنك تطلع تطلع مشان صحتك النفسي لا أشعر أنك تروح للماضي الوطني مرات الماضي الوطني يعني أنا أشعر أن الدكتور صاحب صحيح 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 يعني هذا من الأمور اللي أشعر هاي سما وأظن أنا عم بمسكها في حالي يوميا نعم أنه أنا في عندي رومانسية عالية لنشأة البلاد نعم صحيح أحد الكتاب المشهورين قال لأي مجتمع يريد أن يتقدم لابد أن يتناسى ولو جزئيا الأباء المؤسسين لكننا نعود إلى الأباء المؤسسين لأنه ما في شيء حواليك بطمئن كثير فأحيانا تعود لتستعير شيء من الطمئنينة من الماضي نعم وأظن أنه كثير من قيمنا اللي إحنا نحلم فيها وبنحس أنه يريدتها تكون موجودة مع هذا الانهيار القيمي المذهل اللي بنشهده اليوم أنه بنبحث عن رموز عن أسماء عن أحداث عن شخصيات ولابد أن يكون على جدار الوطن بصمات نعم لرجالات إحنا نتناسيناها لأنه وكأننا عهدنا ما شفتك كتبت عن رحي الوصف ولا كتبت وانا ما قرأت أنا يمكن أكثر واحد كتب عن وصفي قبل أن تعم الحمى جديد لاستذكار وصفي زي ما تم استذكار ياسر عرفات لدى الكثيرين وصفي يستحق أن يستذكر مرة ومرتين وعشرة وكتبتنا عن مصطفى وهب التل كيف أن مصطفى وهب التل كان شخصية قومية وحدوية هائلة ومصطفى وهب التل هو الذي جمع أقطاب وأطراف وجهات ومكونات المجتمع الأردني في قصائده وكأنه كان يبشر بمجتمع متماسك هو الذي قال قسما بماحصة والفحيس وبالطفيلة والثنية فهو لا فرق لديه بين مسلم ومسيحي ولا بين شركسي وعربي وكل متساوين في كل شتى الجذور والسكر وأظن أنه وصفي حاول أن يكمل رسالة والده فأحب الأردن أنا أتذكر وأنا طفل صغير بستينات جاء وصف التل إلى قريتنا أنا كنت بالابتدائي بالثاني ابتدائي وبدأنا نركض حفاء وراء موكبه وسمعت على لسانه أنه يريد أن تكون عيمة قرية نموذجية وهو لأنه كان له عمه أحد أعمامه كان يسكن في جبل التاج حيث كان الطفائلة وشاف خاهرة الهجرة حي الطفائلة فكان يريد أن يجعل القرية جذابية لأهلها ويعيدهم إلها كان لديه فكر عمراني كان لديه فكر زراعي كان لديه فكر وطني كان لديه فكر الهوية الوطنية وهم ما الهوية الوطنية غايبة في أعمال السياسيين كلهم الآن وكأننا يعني في مطار بننتظر في شيء ما حدا بيشتغل على الهوية الوطنية ويتجنب الناس الحديث في الهوية الوطنية وأنا بظن أنه القلق مصدر القلق أنه الأردنيين مش قادرين يعرفوا من نحن نحن مش عارفين أنا كتبت مقالة مبارح عن الشينكليش أو أقول لا لن يصبح الشينكليش طبق وطني لأنه بدأت تدخل أطباق مختلفة وأقصد فيها كمان لغات مختلفة وجنسيات مختلفة وجهات مختلفة على التركيبة لدرجة أن الهوية لا زالت تحت التأسيس وكأنك تشعر بأن الهوية الأردنية تحت التأسيس تنظر إلى وجودها إلى استماريتها إلى شرعيتها وشرعية استماريتها إلى محيطها محيطها العالمي وفي لعبين كبار يعني العالم كله الآن يحكم مجلس الأمن ويحكم الشركات العابرة للقارات ويحكمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذين نريد منهم باستمرار شهادات على وين ماشيين وين رايحين شو بنسوي ويخرج عين رؤساء الوزرات ليقولوا لنا بأن شهادة البنك الدولي أن اقتصادنا معافة وأن دينارنا ثابت وأن قراراتنا الاقتصادية سليمة وأنت تعرف أن الاقتصاد والسياسي متداخلات زائد أننا نعيش في إقليم فيه مصالح للعظام في مصالح البترول مصالح الأمن مصالح الإرهاب وأنا بدي بوضوع هذا الموضوع الحديث في موضوع الإرهاب إحنا بلعنا الطعم كما هو وبدأنا نستخدم مفردات لم نمحصها مع كل أسف رح نروح للإرهاب ونحكي عنه في فقرة تانية خلص ماشي نحكي عن الإرهاب بدي أحكي في هذا عن طعم الإرهاب طعم الإرهاب في جهود تم تبنيها والسير فيها والبناء عليها دون تمحيص ودون إعمال عقلنا فيها الآن الحديث عن الدولة الإسلامية أنا برأيي أننا أصرفنا في أن نتحدث عن دولة إسلامية هذه حركة من الحركة السياسية الموجودة في هذا الفضاء سمت حالها الحركة الإسلامية ما جتش دوار الإعلام عندنا أو الخبراء أو الاستراتيجيين ليقولوا عندما تسقط عليها الدولة الإسلامية يصبح في توجهات الناس وأفكارهم أنها دولة إسلامية لا يجوز نقلها لهم وهذا الحكي غلط المفروض إعلامييننا ومفكريننا وإستراتيجيتنا يقولوا أنه ما تسمي نفسها بالدولة الإسلامية وهذا الاستدراك يكون في كل الطرح الموجود ولا نعطيها شرعية المسمى ونسقط عليها الحلم الموجود عند الناس في أنه يكون في مجتمع عادل وهذا هو البرادوكس يعني صارت نوع تسويق هذا تسويق تسويق دون أن نعيب هل سنحكي عن البقاومة أحيانا على أنها إرهاب وهذا كمان خطأ صحيح وصارت في دوائر وجهات ومحلات معينة ودكاكين هي تصنف وتشتغل وتعمل يعني عمليا بدنا إحنا تنقية للأفكار للمفاهيم للطروحات وهذا لا يتم ولا ينجز مثل هذا العمل إلا إذا كان عندنا فيه وضوح في الرؤية من نحن ولماذا نحن هنا وإلى أين نحن ذاهبون هذه القضايا وهذه التساؤلات بحس الناس أنه مجاب عليها وبالتالي حتى النسيج الاجتماعي كركب في هذا الموضوع طبعا أنت راضي عن دورنا يعني منحس مرات أنه كأنه إحنا يعني رايحين لقصة مكافحة الإرهاب وكأننا يعني على خلاف باقي الدول شوف إحنا ما عندنا خيار إحنا ما عندنا تريليونز في البنوك ولا عندنا بلايين حتى اللي عندهم بلايين الآن مطلوب منهم أي شيء يسوه يعني عمليا العالم يدار من مراكز صناعة القرار خارج هذا الاقليم وما على الحلفاء إلا أن يستجيبوا أو أن يحسنوا مراكزهم السياسية ليحسنوا أيضا وضعهم وأحيانا شرعيتهم وأحيانا موازناتهم يعني من قال أنه البترول فجأة بدأ ينخفض بهذا الشكل لابد أنه في قرار في مكان ما اتخذ بهذا الاتجاه لكي لا تنتفع بعض الدول من عوائد البترول بالشكل الذي ينتفع فيه الصراع الذي يدور في المنطقة وحتى الحركات العربية والثورات العربية في ناس لها تصورات عندها بتخطط وتفكر عندها أجندات ويتم تنفيذها من قبل لعبين جاهزين ضمن حسابات كثير من الناس لا يفهمها ولا يعرفها أنك تؤمن بالنظرية المؤامرة؟ هل لا بديش أسميها نظرية المؤامرة؟ أنا تخمت نظرية المؤامرة لا سيدي التخطيط هو مؤامرة عمليا أنت عندما تضع خطة حتى لك أنت تتآمر على المستقبل وتريد أن تضع أهداف وتضع في خدمة هذه الأهداف موارد وتسحب الدعم اللازم لتنفيذ خطتك فبالتأكيد العالم اليوم في مفهوم الجلوباليزيشن أو مفهوم العولمة لا يمكن أن تقوم بأي عمل دون أن تحسب حساب لما يسمى بالمعنيين المهتمين المتأثرين بصناعة هذا القرار هذا بعلموه في مدارس الاتصال في مدارس الإدارة في مدارس التخطيط في مدارس العمليات العسكرية الأحلاف فأي شيء في كل الميادين من يحكم الأردن داخليا؟ ذهبت إلى التفصيل العالمي أريد أن أسمع منك داخليا ما هي القوى الحاكمة في الأردن؟ حتى وإن كانت استجابة لصدى الخارج كما شرت أظن أنه رأس المال مهم والاستثمار مهم والأردن يحاول منذ سنوات منذ عقود أن يحدث نهضة اقتصادية ولكن هذه النهضة الاقتصادية نازلت في دور كما يقال في الطيران التاكسينج يعني بتلف المطار مصارش التيك أوف الحقيقي اللي يلمس الناس حتى وإن قيل بأن أرقام نصيب الفرد من الناتج القومي تتجاوز الأربعة تلاف لكن الناس لا يلمسون ذلك فعلا لأنه في ما يسمى بالإنيكواليتي أو التباين في الدخول في ناس دخولهم عالية أنت تجد في الأردن في غرب عمان قصور وسيارات فارهة وإنفاق مذهل وتجد أيضا في زوايا أخرى ناس يصارعون قوتهم اليوم فقط رأس المال هو الذي هذا رأس المال زائد أنه في أيضا نحن عيدولوجيا نحاول أن نوائم ما بين اقتصاد السوق الحر واقتصاد الرعائي اللي يهتم بالناس وهذا لا هذا ماشي تماماً ولا هذا ماشي تماماً ومن بين ثنايا الجهتين هذا يتسلل ممارسات إدارية لا يرضى عنها الناس اللي تم إطلاق صفات الفساد والعبث بالمال العام وكل ما هناك من ممارسات كانت قد أثارت ضجيجاً كبيراً في السنوات الثلاثة والأربع الماضية نعم العلاقة بين الأردن وإسرائيل كيف تقرأها؟ هل أدرناها بطريقة صحيحة؟ بعيداً أنا عن الموقف المبدئي هل صحيحة وغير صحيحة؟ هذا حكم ينتقل من شخص إلى آخر هل لا في الأدب العربي والأدب العالمي في فكرة ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً له ما من صداقته بده ما في خيار إلا أن يكون هناك علاقة بس هذه العلاقة بأي كلفة وبأي مدى وبأي شكل وبأي تأثير وهل في دراسة لمراكز القوة عندنا أو نقاط القوة واستثمارها بشكل كويس؟ هذه العلاقة فيها هذا التكافؤ هذا التساوي هل فعلاً هل ستستمر بطرح الأسئلة أمس وتجيب عليها؟ أنا الحقيقة في كثير أنا محمل بالأسئلة ربما أكثر من أنا محمل بالإجابات لو كانت لدي الإجابات لا أرتح لكن هذا جزء من التمرين اللي كلها بنمر فيه يومياً أنا فيه بالدكرة على رأيي الشخصي ورأيي الشخصي مش مهم للناس أنه كيف أفكر وكيف أشعر في هذا الباب أنا مهم بالدور التنويري أن تصلت الضوء على هذه الجوانب حتى نفكر مع بعض يعني مثل حكاية ما نتعب من حكاية أنت لا تفكر نحن بنفكر عنك نحن لم يتعب لها شيء أكثر من ذلك أنا في تصوري أن الأردن لديه نقاط إيجابية لم يحسن استثمارها لا في مع الأصدقاء والأشقاء العرب ولا حتى عالمياً نعم ولا في علاقتنا مع الكيانب من هذه النقاط من هذه النقاط إحنا أولاً نقوم يعني نحتل أهم بقعة جغرافية في الإقليل حلو صحيح وأيضاً في درجة من نوعية في الثقافة الأردنية بما فيها من سماحة وتوازن واعتدال وفي عنا إحنا في مهاراتنا وفي قدراتنا الإنسانية والبشرية وفي عنا خصائص بيئية جغرافية مناخية استراتيجية فكرية لكن مع كل أسف تنظيمنا الإداري وتنظيمنا السياسي يقوم أحياناً على الاستبعاد في استبعاد وفي طرد مركزي بمعنى أننا ضيقنا على حالنا واللاعبين عددهم لازم يكونوا خمسين واللمية واللمية وخمسين والباقي يعني بتنتهميشهم وأقصائهم يعني الأردن لم ينهج نهج الاستيعاب الاجتماعي إلا على مستوى العلاقات العامة أنا في تصوري أنه إحنا بحاجة لتغيير النهج بمعنى أن تستوعب الدولة كل أبناءها حلو البخالفين والمعارضين والبعيدين والقريبين والأيدولوجياً وإلى آخرهم وأن يكون هناك احترام كبير للدستور وأن لا يوضع الدستور على الرف للعودة له عندما نريد أن نحت التغييرات وإنما أن نعيش به ليلاً ونهاراً وتصبح الثقافة الدستورية واسعة وعامة وهي مقياس المواطنة ومقياس العطاء ومقياس الصدق أن نخفف شوية من ثقافة النفاق والتزلف التي هي معيار للتقرير والتبعيد في مبالغة لدرجة مغرفة القضية الأخرى أيضاً أنه الناس كلها لا بد أن تعرف بالعمل وليس بالحكي والشفايف والإيماءات مواطنتها بالعمل الجار بالقول خاصة وأيضاً نبعد عن فكرة الاستحقاق أنه والله أنا ابن فلان ولا ابن علان ولا أنا خدمت ولا أنا سويت وبالتالي لازم يتطرع أكتافي وأظل أنا أعيش من أموال الشعب وما في هذا الحكي لدولة عصرية وإقصادها تعبان ينبغي أن تنفض عن نفسها كل الأعباء الإضافية التي تقدم للمحاسيب وتقدم لنحن على الرغم أننا دولة على الرغم أننا دولة فقيرة في محيط غني إلا أن الثقافة السائدة في إدارة شؤوننا هي ثقافة دول الرفاه ودول الرعاية أو الدول التي ترعى سكانها هذا لا فئة من الناس وهذا بيخلق حنق وبيخلق حساس بالظلم وعدم العدالة يعني توزيع المقاعد بالجامعات توزيع العطايا ومكافأة الولاء والانتماء والاحتفالات والطوابط هاي والناس اللي تمتلك بيوت على حساب الدولة وتمتلك سيارات على حساب الدولة وتمتلك بتسافر حساب الدولة وبتتعالج حساب الدولة هذا الحكي هذا مضر وهذا غير مقبول ليش وصلنا لهذه المرحلة؟ وصلنا يعني جزء منه موروث تشوف تاريخيا هذه البلاد حتى قبل نشوء إمارة شرق الأردن ومن ثم المملكة الأردنية الهاشمية كان العثمانيين يشترون طريق الحجيج وحمايتها بنظام السرر ونظام العطايا ومن ثم عندما جاء غلوب باشا إلى المنطقة الإنجليز استمروا على هذا الوضع ويبدو أننا ورثناه وصرنا النفذ بهذه الطريقة ففيه عطايا مكرمة عطايا بيوت عطايا سيارات عطايا فرج عن دين فلان أعمل فلان تسهيلات في البزنس في شركة هذا الحقيقة مزعج ومشوقته شوقته أبدا 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 في هذا الظرف الصعب وأيضا بيسوي ردة فعل شوف أنا من الأشياء التي أزعجتني وتزعجني في الأردن حاليا ويجعلني أقلق أكثر هي كيف تتكاتف الأسر على أنها تروح تغشيش ولادها في الامتحانات نعم مثلا هذه ظاهرة هذه ظاهرة كيف قرأتها أنت دكتور؟ أنا قرأت أنه عندما لا تثق في من يصنع القرار بأنهم سيطبقوا قواعد صارمة وعادلة لتحمل غنافسة بيقول لك أنا يعني خليني أسلك ولادي خليني أسلك قرائبي خليني أسلك ولاد قريتي وبالتالي هذا التكاتف بصير الناس وكأنهم في حالة صراع مع مجتمعهم مع أنه لازم يكونوا في حالة وآم مع هذا المجتمع وبالتالي هذا الجهد يفت في عضد المواطنة ويقوض جهود الدولة العصرية اللي بدها إنجاز وعطاء أنت تعرف أن المستوى الإنجاز في مؤسساتنا مهما تدعينا وحكينا كثير ضعيف يعني بتروح على مؤسسة بتقول والله أنا بدي تفتحوا لي طريق في المحل الفلاني لأنه فيه كذا 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 بيطلع أول لجنة وبعدين بتطلع ثاني لجنة وبتطلع ثالث لجنة وبعدين بيقول لك السيارة تأخرت بيقول لك الأرقام مش عنا المخططات بشهول الفلان مجاس ما في هذا الفعالية اللي المفروض تكون في الأداء العام والسبب في ذلك إنه كثير من الموظفين بلاش أقول كثير بعض الموظفين بعض العاملين في القطاع العام يحاول أن يخسخص موقعه لحسابه شو ممكن يأخذ منفعة من أداءه بهذا الدور وهذا بتم على مرأة من المؤسسات طب كم من إمكان إعادة الثقة بين المواطن وعدالة صانع القرار أنت حكيت عن هذه الإشكالية نعم كيف ممكن كيف نحن بحاجة لتغيير النهج بحاجة إلى أن نكون واضحين عادلين صارمين يعني وضوح وعدل وصرامة الوضوح مش موجود لأنه في تساهل مع ناس يكونوا مثلا ارتكبوا أخطاء فسدوا كذا بتم مسامحتهم التغاضي عنهم إلى آخره أو ترقيتهم هذا هذا رسالة خطيرة للناس كلها في هذا الباب يعني في ناس بتنفعي القانون وفي ناس ما بتنفعي القانون بتصير في هذا العدل وبتصير الناس يهاجروا للتنظيمات التقليدية للجهة للعشيرة للطائفة من أجل حمايتهم لأنهم لا يتقوا بأن الدولة بمظهرها العصري قادرة على توفير الحماية وهذا اللي بيخلي أنه أحيانا حتى الشخص اللي فاسد أو يعشر عيب الفساد أنه عائلته تتكتل حوله لحمايته أو هو بصير فجأة يطالب بحماية وغطاء عشائري في هذا الباب والموضوع الثالث هو سيادة القانون سيادة القانون لابد أن يشعر الناس أنه فيه إجراءات دقيقة لتنفيذ القانون وأنه ما فيه تهاون في ذلك وأنه فيه مهنية عالية وأنه فيه وضوح يعني مثلا عندما تروح ناس لازم تبين الأساس اللي روحت عليه الناس حتى لو روحت طباط شرطة بتقول روحنا فلان وفلان بهذا إذا ما في العالم واحد يعرف خطة التقاعد أنه أنا راح أتقاعد بسنة الالفين وسبعة عشر بشهر ستة فبصير عنده بلان خطة لكيف بده ينتقل من الحال اللي هو فيها وحد حاط جنرال وفجأة بين يوم وليل وهراية على عشاء ولا بتبلغ بالعشاء أنه مروح هذا كيف بده ينتمي ويوالي وتحول فجأة إلى شخص غاضب ومعه حق يكون غاضب لأنه أنا ما هيأته أو ما قلت له أو إذا كان عنده سوء وقد يكون عنده سوء أنا تغاضيت عنه وما كنت وطلعت له فجأة فبدك أنت الوضوح والعدل والصرامة هذه أسس لابد من اتباعها إذن نروح لفاصل دكتور صبري يعني وجب دسمة بدنا نروح لفاصل ثم نعود بعد ذلك لمواصلة حوارنا معك بعد ذلك الكريم إذن أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود زيت زيتنا ذهب أصفر وأردننا بدهب وبفغر أعلى جوده أنقى زيته أحسن منه ما لقيت الزيت زاتر من حيشه محلى طعم المال هاي القطرة النقية معاصر أبو عدي أبو عدي هاي تنك وصلها لأولادي في الولايات المتحدة الأمريكية أبشر معاصر أبو عدي على أتم الاستعدال لتوصيل طلباتكم من زيت الزيتون البلدي وجبنة الفريدة الأصلية والجميد الكركي والسمنة البلقاوية للأهل في الولايات المتحدة الأمريكية مركز الباسقات للمنتجات الطبيعية هو أول مركز في الأردن يحتوي على كل ما تتمناه من منتجات طبيعية تحت سقف واحد بإشراف فني متميز حيث تجدون فيه النباتات الطبية والزيوت العطرية والمكملات الغذائية ومنتجات العناية بالشعر والبشرة من أرقى المنتجات المحلية والعالمية وبأسعار منافسة مركز الباسقات له دور تفقيفي وريادي في نشط المعلومة والإرشادات الصحية والعلمية بالجمهور فيما يتعلق بالطبيعة الباسقات رمز الطبيعة شفاء بدران ماتف 5105688 بسيطة أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا من جديد وكرر ترحيبي بضيفي الدكتور صبر الربحات معالي وزير التنمية السياسية وكثير من الحقائب الأسبق والسابق أهلاً وسهلاً بكم أهلاً بكم أكثر حفيظي قصة التوجيه حتى نسأل عن التعليم بشقي يعني سواء التعليم العالي أو التعليم قبل التعليم الجامعي عندما تحدث عن التعليم المدرسي وين كنا؟ ليش؟ ما يشكادرين أن ينتج لا شاعر ولا أديب ولا قادرين أن ينتج ميشكادرين أن ينتج إشي لماذا؟ يعني شو قراءتك لقصة التعليم رغم كثير من البحوث والمبادرات والخلوات وعندنا جامعات يعني شو لأصاب التعليم؟ شو اللوث لأصابة التعليم؟ وشو الحل ولا الطريق؟ يعني ماذا ده نظامنا التربوي؟ نعم ماذا ده؟ الحقيقة يعني التعليم ووظيفته في أي مجتمع بالدنيا هو إعداد الفرد للحياة نعم حلو من يعد الفرد للحياة لابد أن يكون في فهم لهذه الحياة التي يعد لها ولا بد أن يكون هناك فهم بطبيعة الجيل وطبيعة المرحلة وطبيعة المؤثرات جميل ولا بد أن يكون الوسيط له نظام التربوي بكل ما فيه من عناصره قادر على القيام بذلك نحن في عندنا مشكلة في الثلاث عناصر حير في عندنا مشكلة في فهم الجيل وإشكالياته والمؤثرات الموجودة والتي يتعرض لها في عندنا مشكلة في فهم الحياة المستقبلية التي نعد لها وفي عندنا مشكلة بالنظام التعليمي وكل مكوناته وبقصد في مكوناته أنه كيف نسوق هذه الخبرات ونقدمها وفي أي بيئة وتحت أي ظروف والشكل اللي نقدمها فيه إحنا كثير مننا مأسورين بالنظام التعليمي السابق وهو يعني نظام ممكن كان مجدي في تلك المرحلة لكنه غير مجدي ولن يكون مجدي مستقبلا حتى وأن نجحوا كل ولادنا في التوجيه صحيح على هذه الطريقة لأنه نظام كان نظام تحفيظ ونظام مبني على أنه فيه خبرات معدة وعلى الطلبة أن يعني يهضموا هذه الخبرات ثم يتقيأوها في الامتحان لأنه صحح لهم ونقول أنه أبدعته ما شاء الله عليكم أخرى تسعين وثمانين وإلى آخرين الحياة اليوم تغيرت الحياة اليوم التعليم تمكين وتمكين لحل المشكلات المعقدة ولابد حتى نحقق الإبداع أن تبنى التجربة التعليمية للمتعلم على بيوله على اتجاهاته وعلى استعداداته أنا في رأيي أن الجيل يحرف أشياء كثيرة نحن غير قادرين على فهمها وغير قادرين على قياسها على خلاف الأجال السابق تمام تمام يعني أنا عندي ابني عمره خمس سنوات ونص بيسألني أسئلة كثير مهمة وكثير كبيرة وأعجز أحيانا عن أني أنا أتفاعل معها أو أجد كيف يمكن أن أتعامل معه على كثير من أن أقول لك زمان الولاد كان خطهم أحسن وكانوا بعرفوا بالرياضيات أحسن حافظين شعر أكثر حكي هذا ما حاجة الشعر وما حاجة الخط أصلا الخط الأطفال هذه الأيام لا يمسكوا قلم وعندهم الأحرف موجودة على كيبورد وهم يطبعوا بالتنقل بهذه الطريقة فإذا كان خطهم مش كويس لأنه ما تعودوا لتوصيلهم بهذه الطريقة بنفس الكثافة اللي كانوا زمان الواحد فينا يقلب هاللقن الغسيل ويقعد ينسخ لمدة ثلاث ساعات وهو بكتب حتى يصير خطه قويس يعني هذا القياس أدواتنا متخلفة في القياس إحنا صار في عنا ظواهر كثيرة فهمنا للحياة المستقبلية كأمة نحن نتأرجح مش عارفين أنه نحن بدن نصير غربيين ولا نصير شرقيين بالمطار بعد بدن نصير تقدم ولا غير تقدم يعني إحنا قلبنا عشر مرات في آخر عشرين سنة إحنا من الثورة الإيرانية حتى اليوم أنا بتذكر الجامعة الأردنية بالسبعة وسبعين والثمان وسبعين كانوا الطلبة عاملين الدقن بهذا الشكل والصبايا بلبسوا ميني جوب وشارلستون وإلى آخره فجأة مع الثورة الإيرانية صار تسعين خمس وتسعين في المية من جامعاتنا محجبين وبعدين طلعنا على التحجيب صرنا نلبس ضيق جداً بس مغطى الشعر وصرنا طريقة الإشارة بالتركي والسكارف الإيراني وندري إيش وإنشغلنا في هذه القصص الآن عدد اليوم كنت في قرية العلوك بلتقي مع طلبات المدرسة الثانوية في العلوك سألت المجموعة الموجودين كم واحد فيكم باستخدم الانترنت أظن كلهم رفعوا ديهم باستخدم الانترنت لا يقيس قدرة المتعلم على أن يتعلم والمعلمين غير معدين للتفاعل مع هذه الأدوات والتربية تحضهم على أنه الكتاب والمنهاج والمقرر والأنشطة المدرسية لا زالت تتم داخل غرف الصفية جراننا وبحبش أستشد فيهم الكيان الإسرائيلي بيعلموا أولادهم بطريقة مختلفة بيعلموهم المواطنة بيعلموهم الارتباط في الأرض بيعلموهم التاريخ المنطقة بيعلموهم تاريخ المكان بيعلموهم الشخصيات بيعلموهم لذلك تجد الناس متشبثين بمكانهم بهويتهم بأرضهم بأسئلتهم إحنا الأولادنا ما بيعرفوا لو تقولهم تعال سميلي عشر شخصيات في البلد اللي أنت موجود فيك ما بيعرفهم سميلي كيف تغيرت الحياة الاقتصادية يكتب موضوع إنشاء صغير عن تاريخ منطقته ما بيعرف ولا يهتم فيها للمنهاج ولا التعليم ولا الأسرة الأبحاث وكيفية إعداد الأبحاث هذه الأيام لا نهتم بها كثيرا إحنا بدنا أن الأساتي يفوتوا على طريقة توق وحكي وسمعوا وحافظين الوحدة الأولى وانتقلنا الوحدة الثانية والوحدة الثالثة وصارت مراكز تدعم نفس هذا الحكي فحطناهم في هذا التوب ممكن ينجزوا صحيح وجيبوا علامات أو نوقفهم نقولهم ما تنجزوا ويرسب 80% منهم بس إحنا ما غيرنا ولا سوينا شيء إحنا اليوم عدد الأمراض الاجتماعية والقيمية اللي أصابت مجتمعنا أكثر مما هي عليه بكثير يعني زي ما أشرت قبل شوي أن تأتي قرية كاملة لتذهب تحيط بالمدرسة أيام الثانوية العامة مشان تغشيش الأبناء هذه ظاهرة كثير أخطر من الغش اللي هي تشكل أزمة ثقة بين كل ما هو رسمي وما هو شعبي القضية الثانية المهمة أنه إحنا ما خلقناش حتى قاعدين بنقلص هلا في التحديث التربوي اللي بصير بدنا نلغي المعلوماتية بدنا نلغي هاي بدنا نلغي الكمبيوتر بدنا نلغي مدري إيش بدنا نلغي كذا لأنه بدنا نحجمها مشان نعاودهم رجحهم لقبل أربعين سنة مش هيك الحلول الحلول أقصر الطرق هي العودة للقديم لأنه مجرب وهذا بصير كيف يمكن أن تتفاعل مع تحديات العصر كيف يمكن أن تستجيب للتغيرات التكنولوجية كيف تشتغل على الجلوبال سيتزنشيب في المعرفة في الفكر في البحث في الأداء في التطوير وعن الجامعات دكتور الجامعات والجامعات أسوأ مع كل أسف ادفع وانشر الآن هذا مش ادفع وانشر احنا مع كل أسف سلمنا التعليم العالي لتجار واللي صار أنه احنا قبل التسعين كان عدد كمير من أكاديميين المحترمين موجودين في الخليج العربي صحيح بعد ما صارت ورجعت العودة رجعوا التجار ورجعوا الأكاديميين تحالف التجار والأكاديميين على تأسيس جامعات خاصة وبدأنا نفرخ احنا في عنا أكثر من عشرة في المية من الجامعات الموجودة في العالم العربي موجودة في الأردن وبعظمها خاصة اللي سواها تاجر كذا واللي تاجر كذا بلهم علاقة بالتعليم ولا لهم باهتمام بالتعليم وقعدوا على رئيس كل مؤسسة ابن الشسم وبعدين صار الدكتوراه الفخرية والدكتوراه المدري إيش وبدأت هذه الجامعات هدفها أن تنتج بعض الجامعات عندها 200 أو 250 تخصص ما عندهاش ناس متخصصين في هذه التخصصات وبدأوا يتنافسوا ويقبلوا ويتسابقوا على بدأت في البداية تجارة أرض أنه تاخذ أنت 6 ألاف دنم بسعر خمس دلانير وبعدين تسوي الجامعة على 400 دنم والتاجر في الباقي سكرت أنت هذا الحكي وبعدين وصارت مجالس الأمناء والشي اللي تحكم هذه المؤسسات فظهرت عنا التشكيلة الأخيرة في عدد عليك يعني التعليم الجامعي لا يخدم السوق ورحنا قتلنا من أجل أن نخلق جماهير للجامعات الجديدة سكرنا كل الكليات الجامعية المتوسطة اللي المفروض بحاجة لبلد زينا بلد في حاجة لخدمات بحاجة إلى فنيين هذه كانت تعطي دبلوم هذه كانت تعطي دبلوم وصار يعني 60 ألف أردني يدخلوا الجامعات سنوية وهذا الحكي رقم مذهل لبلد زي الأردن بتخرج فيها 70-80 ألف طالب منهم 60 ألف بفوتوا الجامعات وبنخرجهم السوق العمل الرسمي لا يستوعب أكثر من 5 إلى 7 ألاف سنويا والبقية بتستفوا يفقدوا الأمل في المستقبل يفقدوا الفرصة يبحثون عن عمل بعدين بصير في عنا الجريمة تزداد بصير في عنا المشاكل بصير في عنا مشاكل اجتماعية بصير في زعل على البلد وعلى القائمين عليها واستبدلنا ذلك بأعداد هائلة من المصريين والسوريين اللي بعملوا في هذا الجانب معقولة يكون في عنا حوالي 400 ألف هذا الرقم شبه الرسمي من العمال المصريين اللي بيشتغلوا طب احنا حركة العمار اللي عنا القصير مصري والبليط مصري والكهربجي مصري والدهين مصري والبواب مصري والسوريين الآن في كل المحلات التجارية نفس الشيء اللي المفروض تتطور لتصبح خدمات سياحية متقدمة خدمات فندقية خدمات ضيافة متقدمة ما بد بطل الأردنيين لأنه فيه خلل في النظام التعليمي كل حكومة بتجي بتقول وسنعمل على وضع خطة لإصلاح التعليم ما هم بإصلاح التعليم ولا بحطوا خطة لأنه هم هم واليوم اللي في آخر تشكيل لمجالس التعليم العالي الصحاب أجوا وجابوا بصحابهم صحيح وحطوهم ورح يقعدوا على دفة هذا التعليم لإستنفاذه أنا عشان هيك بيقول قلق ما فيه ولا فيه أي مجال عم بصير في عنا اختراق حلو اللي تحس إنه والله عم بصير في عنا تقدم في نوقت بتتصلح ما عم تزبط يعني إحنا حتى نستفيد أيضا من وجودك قصة الأمن يعني قصة الجريمة قصة سرقة السيارات قصة المشاجرات يعني هذه باعتقاده ما كانش المجتمع الأردني هيك كيف يقرأها الدكتور صبري؟ هل هو تطور طبيعي منطقي أم أنه فيه شيء يعني خلل هنا عارض أبدا؟ شوف يعني الجريمة موجودة في كل المجتمعات صحي لكن فيه تغيرات في الأردن في نوعها وحجمها واتجاهها يعني إحنا ما كانش في عنا سيارات تسرق ويتم التفاوض مع صاحب السيارة على أن يدفع خاوي نعم وبؤر تجمع هذه السيارات معروفة وسارقينها معروفة وأحيانا يتم تسليمها في مراكز قريبة من الله صحيح وأحيانا بيكون فيه ناس من بعض اللي يحيزوا على ثقة الناس بأن يوفروا الأمن لهم علاقة وعلى دراية بمثل هذه الحلال القضية الثانية المهمة في الجريمة أنه يعني الجريمة بدأت تنتشر بكل الفابريكس بكل البناء والنسيج الاجتماعي ما عادت مقصورة على بعض الأحياء بعض الأماكن بعض الجهات بعض الأوقات والمخيف في ذلك أنه إحنا مع تنامي الأجهزة الأمنية عم بتزيد الجريمة يعني إحنا في عنا أمن عام في عنا درك في عنا أجهزة أمنية أخرى متعددة في أصدقاء ثرطة في مدري إيش إلى آخره والإنفاق مذهل يعني نحن ننفق على الأمن العام تقريبا يعني ما يساوي 8 إلى 10% من الموازنة ننفق على الأجهزة الأمنية الدفاع والأجهزة الأمنية ما يقارب 28 إلى 30% هذا الرقم الرسمي زائد أنه إحنا في بدلات تأتي مساعدات تأتي مباشرة خارج الموازنة ما ننفق على الثقافة المعنية في بناء الإنسان هو 35 قرش لكل ألف دينار كل ألف دينار تنفق الدولة ينفق منهم 35 قرش على الثقافة اللي معنية بالإبداع معنية في المواهب معنية في تحسين المزاج العام معنية في حياز الحياة مش ملاحقة الموت صحيح وإنما بث الحياة أظن أولوياتنا ملخبطة الأصل أنه في العالم في مجالس النواب والأعيان بيسموها لجان التخصيص المالي الابروبييشن كوميتيز اللي هي اللي بتحدد الأولويات بما أن الدولة لها سياسات والنواب لهم سياسات وتم اختيارهم على برامج بيقولوا أولوياتنا مثلا أن نحسن المزاج العام نخفض التوتر نخلق فرص عمل نساوي كذا تحسين التعليم ما بيصير أقول أنا أريد أن أحسن التعليم وأطوره إذا ما شفت الأرقام نعكست على الموازنة بنفس الموازنة صحيح بدي أحسن كيف بدك تحسن التعليم صحيح الموازنة بيضل حكي فطابة لما بد أقول أنه أنا بدي أهتم بالإنسان والثقافة وإذا ما تحسنت معقولة تحسن الثقافة في موازنة لا تتجاوز ثمانية مليون إيش نحكيها بدي يكون في عندك مراكز ثقافية بدي يكون في عندك دار الأوبرا بدي يكون في عندك فن بدي يكون في عندك مصارح بدي يكون في عندك حياة مسارح المدرسية مثلا لازم الاهتمام فيها الموسيقى في العالم في كل قرية بيكون فيه بان بيكون فيه فرقة موسيقية مشان تحسن المزاج العام في الاحتفالات بتطلع وبتعزف وبتساوي وإلى آخرين إحنا ما فيش موسيقى القوات المسلحة وبعض المدارس الخاصة فيها بان محدودة مثلا الترفيه والترويح ما فيه هذا الانفاق عليه في موازنة الأسرة الأردنية وحتى لو راحوا الناس لا يستمتعوا لذلك هالفرق المسرحية الموجودة ماشي على حكاية التقليد المدرسي أو نسمى بستاند اب كوميدي أنه تقليد وتمثيل وكذا ما ظهر عندنا حركة اللي لها عمق ثقافي اللي لها يعني تنقض الوضع تعطي آفاق جديدة تخلق خيال تروع على خصوصيتنا تدفع بكتاب سيداريو يتقدم تعرض أعمالنا الإبداعية وروائعنا ماش موجود صرنا في حتى الدراما الأردنية ماتت نعم دراما السورية نفذت الدراما التركية نفذت الدراما المصرية ستعود بقوة وإحنا بعد شوية المسلسلات البدوية صار حتى دمنا شوية تقيل فيما بعد في كثير من الأعمال اللي أنجزناها ما عم ننجز شيء يتناول الحياة الاجتماعية مع أنه فيه هامش حرية في التفكير والكتاب أكثر من غيرنا للأسف طيب يعني بدي أطلع من الموضوع الثقافي والتعليمي والأمني إلى اللاجئين وبجوز إليك تجربة في قصة اللاجئين وهي تنسيق شؤون اللاجئين أيام الحرب العراقية الكويتية هل أدرنا ملف اللاجئين في الأزمة السورية بطريقة صحيحة بأعتقادك دكتور صبري شوف كل فيلم نتحملها اليوم ثقافيا واجتماعيا وسيشيا شوف أنا لو أني محلل حكومة بشوف كيف أنا بحسب نصيب المواطن الأردني من الناتج القومي إذا قلت أنه نصيب الأردني من الناتج القومي أربعة تلاف وتمانمائة دولار بقول أنه كل اللاجئ بيكلفني هالقدي وبضرب بهذا الرقم شايف هذا لأنه دوفر حياة هذا المنطق هذا المنطق عزيه أما الحسبي مرة بيقول لك بتكلفنا مليار مرة مليار ونص مرة مليارين مرة ثلاثة أنا بحس أنه حكومتنا بتتهقش تعرف لماذا تتهقش لماذا بتحط أكثر ما بعرف أظن أظن ما فيه اجتهاء فيه ارتجال نعم فيه ارتجال والارتجال واضح لأنه حتى أموال المنحة الخليجية لم يتم صرفها أو صار فيه تردد في صرفها مع أنه الحاجات منحة شايف كيف نعم وبعدين بتشوف فيه تضارب في التصريحات وزيرة الخارجية بصرح أشي وزيرة الداخلية بصرح أشي وبجي وزيرة التخطيب بصرح أشي ما فيه رؤية مشتركة لأنه أي شيء فيه فرق بين بسموها الترتيبات الآنية والاستراتيجية إذا بتشتغل استراتيجيا لازم يكون فيه مؤشرات مدروسة وفيه عقل للدولة بفكر وكل ما يقدمه يمكن إعادة إنتاجه إحنا لازلنا أسعار البترول وتسعير البترول كومستير ما بفهم كيف أنه بتقولي الحكومة والأعباء التي تتحملها من أجل ارتفاع أسعار النفط بعدين لما نزلت أسعار النفط ما نزلت بنفس الدرجة وبعدين طلع تصريح من إحدى الجهات بتقول أنه إحنا بنخسر الموازنة نتيجة لأنه الضرائب اللي بناخذها من الشسم إن خفضت كيف هذا الحكي هذا يضعف الثقة هذا بيورجيك إنه في ارتجال بيورجيك إنه الناس مش عارفة يشو اللي بتسويه وأيضا مش كويسي لبلدنا صحيح مش كويسي أنا حتى لو كان في شكوك عند المانحين بكيف نتعامل مع المال إحنا إذا كانت المعادلات واضحة وكذا المفروض نقدمها ونشتغل عليها ونقول إحنا هذه الحكومة صاحبة ولاية وصاحبة صلاحية شعبها بحاسبة نعم حاسبنا على الحكي هذا بس لا الرسالة مقنعة لنا داخليا ولا هي مقنعة للممولين مسألة اللاجئين خطيرة خطيرة جدا والأخطر من ذلك إنه كل تداعيات العالم الآن بيقولوا الأوروبيين إنهم يمكن يستوعبوا لحدود مئة ألف لاجئ من الأشخاص اللي عندهم إعاقات وعندهم ظروف صعبة طب هذا الرقم لا يساوي خمسة بالمئة من اللاجئين من اللاجئين في أحسن الظروف شايف كيف طب كيف تحمل بلد زي الأردن بإمكانات متواضعة جدا عبء اللجوء ولحساب من طب أنا إذا المواطن إذا أنت يا دولة قبلت أن تتخذي هذا القرار المفروض مصلحتي تأتي أولا أنا كمواطن أردني المواطن الأردني اللي بروح المدينة الطبية وبدو يتصور من أجل الحصول على علاج وبنعطى دور بعد ثلاث شهور وهو ضابط متقاعد هذا يمكن أن يكفر بالدنيا دي غضب مشان أنا والله بدي أدخل سوريا أو بدي أدخل ليبي أو بدي أخيم الكرم بعد نفسك وتصاحبك أو الناس اللي يساعدوا في افتعال هذه المشاكل خليهم يتحملوا مسؤولياتهم خليهم يسووا مستشفيات نحن ماشي نعطيها الأرض في منطقة معينة ونقول يا أخي نحن عنا أرض واسعة من خير الله بنحطها هون تعو يا أخواننا العرب انتوا لكم مصلحة وبدكوا تسووا حرية وبدكوا تسووا ديمقراطية في سوريا وكذا هاي الأرض هون جيبوا أموال يعني حطوا مصريك محل ما حطيته أراءك وأفكارك وخلي الإنفاق يتم بذلك وخلينا كمان يكون فيه ديفيدنس استخدام طرقنا واستخدام مؤسساتنا وكذا تأخذ الأردن تعويض في هذا الجانب أنا بظن أن إدارة الملف كثير مزعجة للمواطن الأردني ومربكة وأيضا تضعف الثقة في من يتخذ القرارات في هذا الجانب نعم دكتور صبري أنا ما أضلش معي لديكتين بدي أسألك فيهم سؤال ختاب نري دوين رايحين والله هذا سؤال المليون دينار بل كربحنانا وياك والله ما أظن أنا شخصيا ما بعرف نعم وأتمنى أنه في حدا بعرف حتى يقول لنا شايد أنا بظن أنه إحنا بحاجة إلى تواصل مع صناع القرار أكثر وتواصل واضح يعني يعني بمعنى أنه في الأزمات صناع القرار تقصد الملك جلالة الملك نعم أول واحد المفوض يطلع علينا بكل فترة ويقولنا إحنا فعلا لوين رايحين شو اللي بيصير كيف نتعامل مع هذا الموضوع فكرة أنه اللقاء مع عشرة خمسة عشر شخص خون شوية متقاعدين هناك هذا ما بيكث المفوض يجتم التواصل مع كل الناس نعم والمواطنين بدهم يعرفوا لأن المواطنين كلهم بيحبوا البلد المتقاعد والعسكري واللي بيسوقوا على قلاب الحصمة واللي بيشتغل في سوق الخضار والمصور والكاتب وكله الناس بحاجة إلى تواصل أكثر وبحاجة إلى إزالة اللبس والوضوح يعني إحنا في هذه السنة أكلنا خمسة عشر كف على وجهنا في موضوع الذهب اللي طلع فيه أربع أشخاص مسؤولين حكوا أربع تصريحات متضاربة مين بصالحنا هذا الحقيقي نعم صحيح وبعدين من النهاية لا أسكتو يا أخي لا يا أخي من حقنا أن نعرف من حق المواطن أنك يعرف حتى يمشي معك ميليج أكثر حتى يصدقك لازم نعرف أيضا أنه خططنا يعني إحنا في عندنا مثلا مشكلة مياه بدنا نعرف كيف ستحل مشكلة المياه يعني لو السنة الله ما جاد علينا بالماء وإن شاء الله ستستمر هذا الموسم نصلا دعا شو بد نصير فينا إحنا إحنا بنستهلك 800 مليون متر مقعب مي لكل اللي بنحفظه بالسدود 325 ويا دوب وجرين الميت مليون متر مقعب من الديسي ويا دوب يسددوا للإخواننا الضيوف طب ماذا يمكن هل في عنا بدائل في هذا الباب بدائلنا في الطاقة كيف نهتم الحديث اللي عن بناخذ غاز من إسرائيل ولا ما ناخذ والديبيت اللي موجوده ألا يوجد آلية مشان يطلع الرأي إذا أخذنا أو ما أخذنا أنه هذا الرأي يمثل إرادة الناس ليش بنحس أنه كل شي بتم كأنه مسرحية يعني بطلع النواب وبحقوا في هذا الموضوع والتوصية وبعدين يقال أنه ما هو النواب لا يؤخذ برأيهم ومش مهم رأيهم غير منزمه ما بتقدر تأخذ في هذا يعني شو المشهد هذا شو معناه بدنا حدا يقولنا لوين رايحين في كل الملفات لأنه إحنا بحاجة نكون على قلب واحد بدنا قبل هذا وذات بدنا ثقافة جديدة ثقافة الاحتواء لكل مكونات البلد ونشتغل كلنا مع بعض والكل يحط جهده في خدمة هذا البلد سواء كان يميني ولا يساري ولا فلص ولا عشمال ولا إلى آخره لأنه البلد ما بتندار بشلة ولا في مجموعة ولا في أصدقاء فقط من التمية ولا بالعسكر صحيح البلد بتندار بكل مكوناتها عسكر وسفيل وفلاحين ومزارعين ومخيمات وبادية وإخوان مسلمين وتقدميين ومشتراكيين الجميع قوميين الجميع وبدنا أيضا لما نتكلم عن التشريعات أن يتم تنفيذ التشريعات بصدق وأمانة ونزاهة هندسة المجالس النيابية ينبغي أن تتغير يعني ربما يعني هذا لو الرحيل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي الوطن وأن يحمي بلدنا إن شاء الله رب العالمين ونبطل أشوف وأقرأ الدكتور صبري أربحات هروب إلى الماضي الوطني إلا في إطار الترف بدأ أشوف فيك كتابات تتحدث عن همنا اليوم هذا ما أتمنى إن شاء الله أشكرك الدكتور صبري أربحات وزير التربية السياسية وثقافة الأسباب شكرا لك ويعني أفدنا منك وأنا يعني شاكر لك على هذه السهرة الجديدة شكرا لك إذن أعزائي المشاهدين نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة